اشتركوا في القناة على هذه الندوة الدولية اللي فعلا جاءت وراء خطار صاحب الجلالة بالذكرة المسيرة سبتة وعبعين وبالتالي فعلا مجموعة من الصحراويين تيار جديد ينادي بعد خطار اللي فعلا هذا الخطار كان أولويات الصحوب الإسبانية والأحزاب السياسية والمجتمع الإسباني الجار يتصنت لهذا الخطاب الملكي المهم واللي فعلا جاءت فيه علول لا قالب ولا مغلوبة الحق بالذاتي والشراكات الوطنية الاقتصادية واللي فعلا صاحب الجلالة قال كلمة أن لا شراكة إلا بدون الأقاليم الجنوبية وبالتالي هذا كله بدأت تفكير في حركة جديدة تقول لكل الصحراويين ها نحن اليوم من بيلباو عاصمة الاقتصادية اللي فعلا عاصمة تغدى بها العالم في الحكم الذاتي واللي فعلا هناك كثير من الدول العالم يقتنون في هذه المنطقة ويعيشون في حكما ذاتيا سي بانبا أبغينا كيرا قبل ما تكمل التدخول ديالك تأكدنا على أن فعلا اللقاء هناك من مغاربة الصحراويين مغرور بهم قد عيدوا في وسط هذا الاجتماع في هذا المنتدى على أن الحكم الذاتي يقبلوا الحكم الذاتي الكوليكتيبو باللجنة التحذيرية للندوى قال كلمته أنه مع الحكم الذاتي وراء خطاب صاحب الجلالة وهذا من العاصمة الاقتصادية بالباوية أعلم؟ أزمانين شخص أزمانين شخص ولكن جات اللجنة التحذيرية حضور كانت اللجنة التحذيرية ولكن هما أزمانين شخص من عدة دول أوروبية نعم ومنهم عناصر مغرورين بهم لأكثرية لأكثرية أكثرية أكثرية هم ستين ستين واحد من من الذين كانوا في البوليساري نعم الآن المتدخلين الأجانب والإسبان التجربة الحكم الذاتي في بلباو بن الباو ماذا قالوا عنها؟ قالوا أنها تجربة مهمة وأساسية وأن يمكن لها أن تكون في الصحراء المغربية مثل كل التجارب وبطبيعة الحال التجربة البلباوية كانت لها صداع على مستوى الوطني والدولي وكذلك رجال الأعمال الذين شاركوا هم لهم كذلك بصمات في المنطقة الجنوبية من خلال كلماتهم اللي كانت فيها ياسر من أنهم جاءوا إلى منطقة الجنوب وأنها فيها مشروع ملكي مهم وأساسي وبالتالي هذا ينطبق على أن بلباو داخله والجنوب لكن كذلك هم منطقة بالباوية مثل المناطق الحكم الدات نعم هذ المتدخلين الأساسي دا الإسبان هم محايدين أي ليس لهم انتماء من هنا أو من هنا أنهم متقفون هم الذين دافعوا عن الحكم الدات صح أم لا؟ أبطب إيش حال محايدين محايدين وكذلك لهم شخصية بارزة ووزن كبير في الفايس باسك نعم الآن ما هي الخطة المقبلة التي تقوم بها؟ نحن كفريق وككولكتيبو نمد اليد بكل الصحراويين أينما كانوا أن يأخرطوا في هذا المشروع الذي نادى بصاحب الجلالة هذه هي كلمتنا وكذلك مفتحين على كل الصحراويين سواء أين وجدوا سواء في المخيمات من دو سواء في موليتانيا في أمريكا وفي إسبانيا نحن مفتحين على جميع الصحراويين ترجمة نانسي قنقر